السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا بنات النهاردة بإذن الله هنعمل السمك البوري هنعمله سنجاري بطريقة حلوة جدا جدا وأحلى ما بتكلف اي مكان على الطريقة الإسكندرانية معايا كيلو سمك بوري هبدأ نضافه هقول بسم الله معايا كيس هتفتحي شنطة كده وتفرشيها هنبدأ نقص بالمقص نقص الحاجات الزيادات دي بتاعت السمكة دي اهو اي حاجة في السمكة هنشلها كده ونفرش كيس بس تحت السمكة عشان نبقى متأكدين ان احنا ايه ما فيش حاجة يعني بتزفر المكان هنمش هنفتح السمكة من بطنها خالص هنفتحها من ضهرها بس لازم نكون منظفين مخياشين دي جدا اهو كده حبيبي بقت زي الفل هيبقى معاكي سكينة حمية هتنظفي بها كل الكشرات دي كده براحة وكده براحة فيها شور كتير لابن تطلع كده براحة اهو يا حبيبي اهو يا حبيبي اهو يا حبيبي بعد ما نضفتها غسلت شطفتها كده تحت الميا بصوصة هنفتح السمكة بسم الله ومن تحت الراس كده اهو ونحاول بقى السكينة معانا حمية شوية اهو يا حبيبي زي مواضح قدام حضراتكم براحة شان لحم السمك البوري بيبقى اهو هنغوض بالسكينة الجوه كده براحة برضو مراعين من اللحم ما يتهرش مننا اهو هاي كده يا حبيبي هاجي عندي الراس بقى وهتكي جامد ولازم يكون السكينة اللي معايا حمية جامد عشان اعرف اكثر الراس اهو اهو يا حبيبي هنطلع اي حاجة جوا كده بسم الله هنطلع الخياشيم احنا مش عايزنا في حاجة اهو ننظف كده عشان الخياشيم دي بتعمل زفارة فبلاها منها خالص كده تمام تحت الميا الجارية بقى تحت الحود هنطلع في الكلام ده كله كله ونخليها زي الفل يا حبيبي بعد ما خلتها زي الفل هنزل عليها برشة ملح على كل السمكة كده النقطة دي مهمة جدا ولو حابين نحط من ورا برضو ماشي عشان تبقى نتحيق ونخلي بالنا ان السمك البوري مش بيحب التوابل ولا بيحب الملح الزيادة عشان يدينا طعمه الجميل اهو هنصر لمونة على السمكة كده وهاجيب معي زيت احط على السمكة كده ولو عندك زيت زتون ماشي زيت عادي ماشي انا استعملت الزيت العادي هكده واركنها على جنب ونشوف الخلطة بتاعة السنجار معايا يا حبيبي خلطة السنجاري معايا بصلايا ضربها في الكبة او ممكن تخرطيها ومعايا جزر معايا فلفل الوان معايا احمر واصفر واخدر ومعايا طمطمايا ومعايا لمونتين قطعيهم كده ونظفيهم ويلا معايا نعمل الخلطة على طول على النار حط التسع على النار وهنزل بشوية زيت حلوين كده هنزل بالبصل هوا يا حبيبي انا مش هحمره ومش هتوي الفضار اللي معايا ده انا هدوبك بتجيله صدمة هنزل بالجزر هقول دوعي احنا بس نقلبها كده اللي هي يا دوبك ايه محاجبه ما تاخدش لون هي يا دوبك بس نحنا بندل فضار صدمة عشان يبقى معايا السماء هنزل بباقية الفلفل اللي معايا والتماطم وكل حاجه كده ومعايا فلفل حامي برضو ده حسب الرغبة اهو هقلب كل المكونات بتاعتي مع بعض واجيب التوابل اللي هحطها اهو ما خدش مني اي وقت انا دوبة تقلبت تقلب فيه انا كده طفيت على الخلطة بتاعتي اهو هنزل بعصير اللمونتين واروعي ان انا خلاص ابقى قفلة النار عشان اللمون معايا ما يمررش اهو يا حبيبي عصرت اللمونتين معايا بقى نص معلقة ملح او معلقة ملح كده صغيرة معايا نص معلقة معايا نص معلقة معايا كصبرة نشفة نص معلقة معايا شوية كمون حوالي برضو نص معلقة وهقلب الخليط ويالله عشان نحشي السمك بتاعنا هوا يا حبيبي معايا ورق حراري هاجيب السمكات كده وحاول نحوط عليها هتبقى معايا بالشكل ده كده وهبدأ اجيب الخليط بتاعي وهنزله عليه اهو يا حبيبي نحط الخليط كده في النص نبدأ بقى نحط في الراس نحط فيها كلها كده بحيث ان احنا نتأكد ان كله شارب من الخلط والاطراف دي مش هنحط فيها هقولكو هنحط فيها ايد الوقت بس كده اهو اهو يا حبيبي انا كده خلصت معايا شوية صوص صغيرين هزود عليهم هنا شوية زيت وبالفرشة بتاعتي هلم كل بقى الحاجات الحلوة اللي في الطاصة دي كده وهلمع اللحم الباقي ده كده اهو يا حبيبي ودخلهم الفرن على درجة حرارة مئة وسبعين او مئة وثمانين لمدة نصف ساعة وهرجع بريهم الحضرات اهو يا حبيبي السمك طلع من الفرن جميل جدا جدا وريحة ولا ارواع وطعم ولا اجمل ومستوي جدا جدا بصوا حبيبي اهو بصوا مهري خالص يعني مستالب الاكال ولحمة البوري بيبقى حلو جدا 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 عملت معايا رز عملت معايا رز عملت معايا رز صيادية حاجة كده من الاخر وهو يا حبيبي كنا عاملين مع بعض صلطة التحينة وعملنا صلطة حضرة طبعا لازم جنب السمك وعملنا السمك الجميلة هول ما وقت خالص والرز والزوم الهضم والكلام لازم نعمل لمون بالنعنيع لو عجبك الفيديو فضلا منك دوسي لي لايك ولو انت اول مرة تشرفيني دوس اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد كان معاكم نوجا من قناة تاكات نوجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته